اشتركوا في القناة اما المشاركة في الجلسة المقبلة ام العودة للتوافقات التي جاءت بالحكومات السابقة ما هي توقعاتكم للجلسة المقبلة سعدتم مساء عزيزي استعد قصي ولقناتك المحترمة وللجمهورك ايضا المتابع الحقيقة كل التغريدات التي تصدر ارتباعا ربما من سماحة سيد مقتدى الصدر هي محاولة لارسال رسائل للإسراع في ايجاد حلول على اقل تقدير من قبل يعني الاطار التنسيقي والقبول ببعض التنازلات او ربما ببعض الاشتراطات التي مشأنها ان تعزز من يعني تواجد الاطراف السياسية المتخاصمة على طاولة حوار واحدة ولا اخفيك يعني في قبال ذلك يعني حتى وان تمكن التيار الصدري برئاسة سماحة سيد مقتدى الصدر او حتى ما يسمى التحالف الثلاثي من كسب بعض النواب السياسيون المستقلون بالنتيجة هناك ايضا كسب تحقق للاطار التنسيقي في استقطاب عدد من النواب المستقلون واضافتهم الى قائمة الاطار التنسيقي لذلك اجد من الصعوبة بمكان ان الجلسة القادمة سيتحقق فيها نصاب الثلاثين يعني من الصعب جدا ان يكون هناك مئتين وعشرين نائب حاضر في هذه الجلسة والوصول الى النصاب المقرر او الذي اقرته المحكم الاتحادية العليا ربما لا نزال نمتلك فسحة زمنية يعني اربعة ايام للوصول الى هذه الجلسة ومن الممكن ان يتحقق فيها كثير من المفاجآت لا تنسى جنابك قبل ايام شهدنا مفاجأة باتصال السيد مقتدل صدر مع الاخ او السيد نور المالكي وهذا ممكن ان يتحقق ايضا في الايام القادمة اتصال او ربما دخول وسيط في الساحة السياسية او حتى واضح طرح فكرة ما ومناقشتها ممكن ان تخلط الاوراق مرة اخرى وممكن ان تجد حلول للمستعصيات التي اصبحت مستدامة يعني ممكن وصفها بهذا الشكل يعني هناك تسريبات سيد سعد عن مبالغ كبيرة تدفع لمقاطعة الجلسة او محاولات لمقاطعة الجلسة والضغط على بعض النواب يعني كيف يمكن تخيل اطراف سياسية تتبسك او تمسك الدولة منذ سنوات وهي يعني تتحرك بهذه الطريقة وتريد تشكيل حكومة بهذه الاساليب من من استاذ قصة يعني الحقيقة انا معلومة اول مرة اسمحها يعني فاجأتني بها هناك احاديث يعني على مواقع التواصل الاجتماعي لا الحقيقة ليس كل ما يقال او يتم عرضة او حتى على الاقل لا تنسى جنابك ساد قصة هناك الان جيوش اليكترونية الحقيقة تحاول صب الزيت على النار تحاول خلق مشاكل يعني انا في عديد لقاءاتي السابقة اشرت الى ان حتى ظهور عديد النواب وظهور بعض المحللين السياسين وظهور بعض المسميات الشخصية التي تدعي انها تم يعني تابعة للاطار التنسيقي او انها تابعة الى الجهة الفلانية او يعني يتحدثون بطريقة الحقيقة يثيرون فيها كثير من المشاكل يثيرون فيها كثير من العلامات الاستفام والاستغراب وفي الحقيقة ليس هناك مثل هكذا تداعيات الدليل يعني انت شاهدت لجنابك الوفد الذي ذهب الى الحنانة يعني حتى مع وجود الاختلافات في وجهة النظر السماحة السيد مقتدى الصدري استقبل الاطراف في الاطار التنسيقي بكل ارياحية وهناك قبول يعني وتلاقح عديد من الافكار بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري او حتى التحالف الثلاثي ولكن يعني من يريد الحقيقة ان يتلاعب باذهان الجمهور المتابع يحاول دائما ان يلقي بكرات نارية في وسال التواصل الا ليس هناك مثل هكذا شيء ليس هناك استياد او رمي شبكة لاستياد يعني النواب المستقلين اطلاقا هم الحقيقة مخيرين في اختياراتهم البعض منهم شاهد ان العملية تتمزيق وحدة الصف الشيعي ربما ستخلق حكومة ليست قادرة على تقديم مهم يعني متأمل من عدها بالعكس من ذلك بالنظير من ذلك ذهاب البيت الشيعي بكل مكوناته الى ان يعلن نفس الكتلة الاكبر ويقوم بتشكيل الحكومة من شأن ان يخلق حكومة قوية قادرة على ان تقدم او تكون بمستوى وطموحات والتحديات وبالتأكيد نرفض ايضا ان تكون هناك محاصصات او تنازعات او حتى تكالوبات على المناصب وبالتالي يعني هذه التجربة علمت الكثير من الاطراف في الاطار التنسيقي وحتى الكثير من الاطراف في التحالف الثلاثي ان التنازعات لا تؤدي الى نجاح اطلاقا بل ان رسم المعادلة السياسية في ظل الاستحقاقات الحالية يعني استاذ قصة الان العراق هو جزء مهم جدا من المعادلة الاقليمية والدولية التي تجري يعني الصراع الاقليمي المحادثات الاميركية الايرانية تراجع في دعم لا اخفيك التراجع في دعم تركيا وقطر يعني لكن اليوم نعم لكن اليوم استاذ سعد يعني بعد تغريدة سيد الصدر دولة القانون اشار الى ان الدعوة التي يعني اطلقها زعيمة تير الصدري مقتدر الصدر ستجبر الاطار الى خيار المقاطعة او نحو تشكيل الثلث المعطل يعني لماذا هذه الخشية من تحقيق النصاب القانوني لا انت تعرف استاذ قصة انت في قبال ذلك يعني التحركاتك السياسية يجب ان تكون مرهونة بالفعل الذي يصدر من الطرف المقابل يعني الان يعني واضح للجميع ان الاطار التنسيقي الى الان لم يقم بفعل ما يعني الى الان يعتمد الرد الفعل لما يحدث او لما يصدر تحديدا من سماحة السيد وبالتالي يعني من حق الاطار التنسيقي ان يذهب الى الثلث الضامن بمعنى ان لا تكون هناك اريحية كاملة في المجلس النواب للوصول الى انتخاب رئيس الجمهورية او تحديد من سيكون المؤهل لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة بالنتيجة انت تستبعد قوة سياسية لها تأثيرها الكبير السياسي والنفوذ السياسي على المستوين المحلي والاقليمي وحتى الدولي يعني انت حجوم الاطار التنسيقي تصل الى مستويات 83 يعني نائب 83 مقعدة بالتالي ليس من السهل بمكان ان تستبعد هكذا عدد وهم ربما يشكلون عائقا بالاضافة الى كما وصفت لحضرتك قبل قليل دخول بعض النواب المستقلين ربما يصل الى العدد الى وعشرين او اقل من ذلك او اكثر من ذلك هذا يعتمد على الايام القادمة هذا يشكل لك عائق حتى في مناقشة مشاريع القوانين المقترحة في مجلس النواب انت حتى نظام داخلي في مجلس النواب يؤهل طبيعة المعارضة وتحركها داخل ارواق مجلس النواب غير معروف المعالم هذا حقيقة كثير من المشاكل التي ممكن ان تخلق في طريق تشكيل حكومة لا يضم في طياتها الاطار التنسيقي طيب ساعد اطراف عديدة لا تزال تتحدث على ضرورة احترام القوى السياسية وحجومها رغم ان الانتخابات كما تعلم الاخيرة لم تبقي لها حجوما تذكر هل هذه الظاهرة صحية ام انها قبزا على الاستحقاق الانتخابي يعني للامان استاذ قصي للتاريخ والحقيقة احنا بالنتيجة نرغب جدا في ان نصل الى ان تكون هناك طائفة ما اقصد بالطائفة مجموعة من السياسيين مجموعة من الاحزاب السياسية تذهب لتشكيل حكومة والمجموعة الاخرى تذهب الى المعارضة ولكن القفز السريع يعني دون يعني على اقل تقدير تمهيدات لذلك هذا يخلق لك مشاكل في مستويات يعني البيوت السياسية انت المعتاد من 15 سنة 19 سنة انت دائما كنت ترسم معادلة توزيع النصاب على حجوم يعني القوميات والطائفة التي تتوفر متاحة لديك في العراق وهذا النسيج المختلط من الافكار والتشكيلات السياسية الآن تذهب الى بشكل مفاجئ الى ان تذهب الى حكومة تخلو من اطراف مهمة لديها حجوم سياسية يعني جزء من سؤال جنابك سيد قصي لا الحقيقة لا تزال هذه الكتل تحت يعني تحمل في طياتها تأثيرات سياسية كبيرة بدليل علاقاتها الاقليمية والدولية عن اي شخصية تريد ان نتحدث بالتالي هو يعني له مقبولية سواء كانت محلية يعني تنظيمات داخلية وله مقبولية خارج العراق وعلاقات مع العراق يعني النتيجة اقصد هنا استاذ سعاد يعني من حصل على مقعد او مقعدين او ثلاثة او خمسة لا يقاس الامر بذلك لا يقاس الامر بذلك بدليل بدليل يعني حتى نضرب مثال اللي حضرتك استاذ قصي يعني يعني الى من تشير مثلا الى الدكتور العبادي او الى السيد عمار الحكيم لا يزال يعني هذه الشخصيتين تحتلان اهمية كبرى في حجم رسم معادلة معادلة سياسية القادمة في العراق لا يزال الدكتور العبادي في تجربته التي خاضها في عوام 14-18 محل ثارة وعجاب الآن واسمه مطروح من قبل اطراف سياسية لترشحها لرئاسة الحكومة القادمة هذا اللي نتحدث عنه استاذ قصي بالنتيجة ليست الحجوم الانتخابية دائما هي السباقة في كفات الميازين التي ممكن ان تراهن عليها دائما يجب ان تعود الى الضلال السياسية الاخرى التي لها تأثيرات بالتأكيد وعلاقات يعني لا تنسى حضرتك يعني كما وصفت قبل قليل قلت ان هذه التأثيرات ممكن ان تخلق لك مفاجآة داخل اروقة مجلس النواب وانت يعني لا تريد ذلك انت تريد الذهاب الى حكومة تستطيع ان تنفذ العمال المقاطعة على عاتقها كيف اذا خلقت بالضد من ذلك جبهة معارضة قوية ربما ستجعل من طموحاتك ليست دائما حاضرة ويعني بالامكان تطبيقها على الارض الواقع يعني اذا لماذا بعض الكتل تخشى الاغلبية استاذ سعد الى هذه الدرجة ومستعدة لفعل اي شيء لمنع تحققها خاصة وان الكل يعلم ويعرف نتائج التوافقية التي هي كانت نتاج الحكومات السابقة والمتعاقبة بين الاحزاب والكتل السياسية بين قوسينا الكبيرة يعني لحضرتك استاذ قصي ولكل المتابعين وذكرت ان الحقيقة في عديد المناسبات ذلك قلت ما يروج للعلام ما يصور للعلام عن ان الاطار التنسيقي يرفض ما يطلق من اسم تسمية الاغلبية الوطنية او يريد الحكومة التوافقية اطلاقا هذا ليس موجود على الارض الواقع يعني بالعكس الاطار التنسيقي يريد الذهاب الى الاغلبية ولكن يريد من الاغلبية ان تتحقق بشرطها وشروطها بما ان هناك كتل سياسية انضمت في التحالف الثلاثي تعتقد انها ممثلة ومؤثرة في المعادلة لطبيعة تماثلها مع مكوناتها الاطار التنسيقي يعتقد ان الكتل الشيعية برمتها هي ممثلة للبيت الشيعي وليس فقط الكتلة الصدرية وبالتالي يريد ان يذهب ليعزز حظوظ الكتلة الصدرية قبال الحجوم السياسية الاخرى وهذا يعني لا تنسى حضرت اكستار قصية هذا يعني له تأثيرات قليمية ودولية بمعنى انك اذا ما سمحت لهذا الانشقاق ان يحدث فانت بالتأكيد الكثير من يعني سواء كان هناك الدول الجارة وحتى الغيرجان العراق ستفرح بان حدث هذا الانشقاق ستراهن على ان هذا الانشقاق ربما يؤدي بالتالي الى مشاكل اكبر واضح ان نستثني احد نعم حدثنا من بغداد بصوتي وصورة سيد سعد اللامي القيادي في اتلاف النصر شكرا جزيلا لك لانضمامك الينا في حصادي هذه لينا